ودعت مدينة الصويرة اليوم شبانها الأربعة من محب فريق الوداد البيضاوي بعدما لقوا مصرعهم مساء الأحد في حادثة سير على مستوى منطقة الصويرية القديمة جنوب آسفي خلال عودتهم من المدينة بعد متابعة من مباراة فريقهم المفضل الوداد البيضاوي ضد فريق الأولمبيك المحلي ملعب المسيرة محمد أمين نوري عددهم فاق بقليل ثلاثة ألف مشجع من أنصار الوداد حج من مختلف المدن المغربية لمقازرة فريقهم أمام مضيف أولمبيك آسفي في مباراة انتهت بما انتهت به من بين من عادوا أدراجهم هؤلاء جمع بينهم حب الوداد لتفرقهم طريق وطنية ربطت آسفي بالصويرة حيث انتظرهم القدر المحتوم حزينة هي الصويرة بعد أن فقدت أربع من أبنائها في حادثات أليمة فكانت الجنازة مهيبة والمصاب جلل دموع أم مكلومة وأصدقاء فقدوا أعز أصحابهم الخيط اللي مشرقه هو خيطه جاءت ضعف وقف معاه جاءت من خاصم صالحه جمعت لي كينا قدها والدي السيم وحمد السيم وحمد ما كانش بحاله ولي ذاتي لا يمكنني أن نوصف لي قعد يعني واحد ما كان عندهم عند الناس وعندنا يعني يبقى الله سبحانه وتعالى لا دري درياف والناس يعرفوا واهو لا لا الله لا درياف والمصاب يعودوا عليه كل شيء دايم الله الله أبغى لا إلهي الله لا إلهي الله ألت الرحلة إلى مآل مأساوي كانوا خمسة أصدقاء على متن سيارة فقد سائقها السيطرة لتؤدي إلى مقتل أربعة شبان ونجاة من كان وراء المقوض الذي لا يزال يتلقى العلاجات بعد أن أصيب على مستوى العمود الفقري موسيقى اشتركوا في القناة